مرحبا يعطيكم العافية وأهلا وسهلا وسلام للجميع طبعا يمكن كتير بعرفوا اني انا طبيب بس يعني ما بحكي عن مواضيع طبية لانه الانترنت مليء بهاي الشغلات ولازم يكون دايما في حذر في هذه المواضيع ويكون في استشارة طبية دايما في الامور الطبية لانه باعتمد كتير على مواضيع وعوامل اخرى وقد ينظر الطبيب للموضوع بشكل اخر غير احنا ما بننظر اله او الشخص العادي فطبعا ما بنصح انه يصير كتير كلام وخاصة انه للاسف بعض المعلومات تنتقل بطريقة خاطئة بس اليوم وجدت معلومة رائعة حبيت اشارككو فيها ان شاء الله تستفيدوا منها خاصة احنا بالفصول بالاماكن اللي بنحب الان سرنا انه نروح للأعشاب نستفيد من الأعشاب لانه زي ما حكينا انه الادوية الكيميكالز دايما بيكون فيها معظمها بيكون فيها اضرار جانبية وهذه الادرار طبعا قد تؤثر على اماكن اخرى مثل الكبد والطنقية والكلة فكتير ناس بيحبوا يروحوا على العشاب مش كل العشاب جيدة للعلم هناك عشاب برضو علها اضرار لانه هي عشاب هي برضو تتحلل لمواد كيميائية لكنها غير مصنعة طبيعية فمعظمها بكون فوائدها اكثر من اضرارها فحبيت اشاركوا هذا الفيديو على الله انه يستفيدوا منه خلينا نبدأ عشرين عشبة اول وحدة القرنفل القرنفل نبتة رائعة جدا في لها فوائد كثير منها مسكن للألام وخاصة ألام الأسنان وكويس كتير للربو خاصة الزهرة اللي فوق نقعها وشربها مفيد جدا النبتة الثانية اللي هي الكركدة نبتة الكركدة او معروفة عند اخواننا المصريين والسودانيين بشربوها كتير بتقلل الضغط يعني بتنزل الضغط اذا عندك ضغط مرتفع وكويسة جدا كثير للسعال مقاومة للسعال النعناع كنا بنعرفوا انه خاصة اللي بشربوه مع شاي في بلاد الشام والمغرب العربي مهدئ للعصاب بخفف الاسترس مهدئ للقولون خاصة اللي عندهم قولون عصبي الصداع وطبعا في ناس كتير بتستخدموه كمعطر الرابع اللي هو الكمون الكمون ممتاز جدا للغازات والانتفاخ بتذكر ان احنا دائما بحطوه لما يغلو البقوليات لانها بتسبب نفخه في المعدة او غازات فبيخفف منها الكمون جدا رائع الناس كتير عم بتحاول انها ريكمند او الناس تستخدموه لانه كتير كويس للجسم خلي التفاح طبعا خلي التفاح خاصة الطبيعي كويس لتخفيف الوزن لانه بزيد من الاسيديتيز وبحاول انه يخفف من مشاكل في الدهون او تخفيف الدهون اه في ناس بيحكوا انه بخفف من امراض الدوالي ما بعرف شو الطريقة تبعت وانه تخفف اي قد يكون لانه بمنع الاكسدة في الدم و بساعد على اه تخلل الدم يعني بخفف من تثكر الدم اه قد يكون هذا اه فيه ان العرق سوس اه صراحة احنا ما بحبه بس هو بالعكس برفع الضغط فهو للناس اللي عندهم ضغط منخفض اه في عنا الهرمونات بيرك بنظمها ولا الصداع والارق الثوم طبعا الثوم اه كنا بنعرف عنه انه مضاد حيوي طبيعي مطهر للجروح اه بنزل الضغط اه كويس لانسدادات الشرايين ومطارد للديدان في المعدة البابونج هو زي ما بحكوا عنه صديق القلب فهو جيد جدا للقلب ومشاكل الشرايين اه بفتح التنفس بساعد على ضد الرشح والزكام في فصل الشتاء اليانسون اليانسون مهم جدا في حالات الانفلونزا الان مشهورة حالات انفلونزا الخنازير يانسون رائع جدا ضدها بقو المناعة طارد للغازات ونفس الشيء بفتح القصبات الهوائية فهو بساعد ضد ضيق التنفس الميرامية الميرامية مشهورة كتير في بلاد الشام هي جيدة كتير للمعدة ووجع المعدة والمغص المعدة جيدة للذاكرة وفي حالة الطمث او العادل الشهرية تساعد على تسريعها ونهائها باسرع وقت طبعا الميرامية ممنوعة للحوامل لانها بتسبب نزيف وممكن تسبب إلا إجهاض الكركم الكركم كويس كتير 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 قد ما تحطوا عليه الآن صاروا يسووا أدوية وكابسولات من الكركم ممكن انتو هذا الكركم تاخدوه بشكل طبيعي يوميا مع علاقة عسل مع مع علاقة كركم تاخدوه مع بعض تأكلوها الكركم جدا كتير كويس للمفاصل حموط المعدة أو حرقة المعدة مهم جدا الكزبرة الكزبرة مضادة للسعال والتهاب اللوزتين الكرافس مرض بساعد ضد مرض النقرس مرض النقرس أو مرض الملوك اللي هو بزيادة البروتين في الدم البقدونس عاكينا عليه مدر للبول وكبان كايني الناسين ونحن مدر للبول وهو جيد كتير للكلا وضد الأملاح يعني بخفف من الأملاح الحلبة الحلبة مدرة للحليب خاصة للمرأة اللي أنجب الطفلها حديثا مدر طبيعي للحليب بوابة الحلبة مشكلة الحلبة إنها بتصير تطلع ريحها في الجسد فبدوكم تكونوا يعني حذرين أو شاطرين في كمية شربها الحلبة بتسمن فالناس الضعفين جسدية ممكن يشربوا حلبة عشان يسمنوا لأنه بفتح الشهية الحبهان كويس كتير للصداع مضاد للصداع ومسكن للآلام الزنجبيل الزنجبيل من الشغلات الكتير أنا بحبها لأنها بتقوي المناعة بتساعد في خسارة الوزن ومقاومة للصداع والدهون برضو مقاومة للرشح والمشاكل الشتوية الزنجبيل يعني من الشغل أشياء اللي جدا رائعة الشغلة المهمة في الزنجبيل إنه ما تشربوها لما يكون في كحة مهم جدا لما يكون واحد عنده كحة ما يشرب زنجبيل لأنه قد تسبب في زيادة الكحة وتؤدي إلى مشاكل أكبر بذور الكتان كويس كتير لتخفيف الوزن بتوقف الشهية وبتساعد على نزول الوزن وهي برضو بتقوي أو بتشفي المرارة إن شاء الله كليل الجبل طبعا كليل الجبل الروزماري من الأعشاب المشهورة كتير أنا بزره عندي في البيت دايما بطبخه مع اللحم هو أكثر شي بحطه مع اللحم بس الروزماري شيء رائع ضد الحساسية وبقوة ذاكرة ومفيد جدا للجسم عشرين عشبة حبيت أشارككم فيها إن شاء الله تكونوا استفدتوا إذا انتوا استفدتوا وحبين تفيديو غيرك ويملوا الشير لهذا الفيديو ييملوا السبسكرايب لهذه القناة وساعدوني أني أظن أعطيك أكثر وأكثر إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد